موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء طبعا لازم أبدأ الحلقة بعزاء واجب لماصر والمصريين والأهالي شهدائنا وأبطال نفسينا وحزبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيستحل الدم الحرام وفي ايه؟ في شهر رمضان المعظم وبيتدعوا الإسلام والإسلام منهم بريء دول ولا يعرفوا دين ولا رحمة ولا إنسانية ربنا يرحمهم ويصبرنا ويصبر أهلهم ويتقبلهم في الشهداء طيب مشاهدين إحنا طول عمرنا عارفين إن الشيطان بيوسوس بيزن الإنسان بيغوي وبيبعده عن طريق الخير إنما الشيطان يعز ده مش فيلم بقى بتاع فريد شوقي ونور الشريف لأ ده الشيطان بيعز من أيام النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين النبي صلى الله عليه وسلم استأمن سيدنا أبو هريرة على صدقات الفطر يحروصها من السرقة بعد ما تجمعت فلقى واحد بيسرق منها فمسكوا أبو هريرة وقال له أنا هاخدك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنا فقير ومحتاج وعندي عيال فصعب عليه ومشيه فلما راح للنبي في الصبح سأله عملت إيه فأسيرك مبارح فرد قال ده هو قال لي أنا محتاج وعندي عيال فأنا رحمته فالنبي قال له هو كذب عليك وهيعود وفعلا الليلة التانية رجع ومسكوا أبو هريرة تاني وقال له أنت مش قلت مش هترجع ورجعت تاني أنا هاخدك بقى للرسول فبرده قال له معلش أنا فقير ومحتاج رحمني فرحموا أبو هريرة وسابه فلما راح للنبي الصبح سأله عملت إيه فأسيرك مبارح فقال للنبي جي يسرق وقال لي برضو أنه محتاج وعندي عيال فأنا رحمته النبي قال له كذب عليك وسيعود طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هيعود يبقى هيعود وفعلا رجع للمرة التالتة وحصل زي ما حصل المرتين اللي فاته فقال له أنا فقير ومحتاج قال له لأ انت قلت لي كده مرتين أنا بقى دلوقتي خلاص هاخدك للنبي قال له طب سيبني وهعلمك حاجة هتنفعك قال له إيه هي قال له لما تيت نام قول قاية الكرسي ربنا هيحفظك بيها ومش هيقرب منك الشيطان لحد الصبح فطبعا سابه فلما قابل النبي الصبح سأله عملت إيه مع أسيرك مبارح قال له هو جي فعلا يا رسول الله ومسكته بس قال لي هيعلمك حاجة هتفيدك لما تيجي تنام قول صورة الكرسي ربنا هيحفظك بيها ومش هيقرب لك الشيطان لحد الصبح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو كذوب يعني فعلا كلامه صح بالرغم من أنه هو كذاب وهنا كانت المفجأة النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت عارف مين يا أبو هريرة اللي انت بتتكلم معاه بقى لك ثلاثة يام ده قال له مين قاله ده الشيطان جاء لك في صورة إنسان تخيلوا بقى الشيطان بنفسه عارف أن أية الكرسي بتخليه ما يقدرش يقرب لأي إنسان طول ما هو نايم هو متأكد من كده إحنا بقى عارفين وبرضو متأكدين بس كتير بننسى لازم كلنا نعلم أولادنا أية الكرسي ولازم يحفظوها ودايما نقولها لهم ونخليهم يقولوها قدامنا ونتأكد إن هم بيقولوها كل يوم قبل النوم علشان تحفظهم من الشيطان أشوفكم مشاهدينا بعد الفاصل هاتي يوم معك البركة وهدايك من الرحمن لابتلاء النهاردة يوم عظيم من أيام الله النهاردة العاشر من رمضان يوم النصر يوم اقتحام خط برليف تحت صيحات التكبير الله أكبر وربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى في سورة إبراهيم إنه يذكر قومه بأيام الله وإحنا هنعمل زي ما أمر القرآن مع ضفنا الشيخ أحمد الملكي من علماء الأظهر الشريف أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بحضرتك وكل عام أنتم بخير وكل عام ومصر في رفع وأمن وأمان وسلم وسلام كل عام والجيش المصري بخير وسلام وأمن وأمان وأيضا في البداية نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداء أنا لكن أنا دايما أقول كده وليا يعني بست شهير فأقول فيه يعني حسبنا أن جنودنا نحسبهم عند الله شهداء والشهيد يغفر لسبعين من أهل بيته ويغفر له عند أول نقطة من دمه وحسبنا أن أهل الغدر والشقاق والنفاق يرفع لهم لواء الغدر يوم القيامة فإحنا إن شاء الله يعني مستبشرين خيرا وإن شاء الله مصر في رفع وأمن وأمان وسلم وسلام وفعلا كما قال الله وذكرهم بأيام الله وإحنا في يوم من الأيام الله المشهودة العظيمة حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر يوم الفرح يوم النصر يوم التكبير يوم التهليل يوم يوم مشهود في القرن أو في العصر الحديث وسيبقى مشهودا على مر الزماني وعبر الأجيال بإذن الله تبارك وتعالى فكل عام ومصر كلها بخير وسلم وسلام وأمن وأمان ولازم نفرح النهاردة بإذن الله تعالى طيب إحنا عايزين نعرف من حضرتك كده إيه هي أيام الله إيه هي أيام الله شوفي حضرتك هو يعني وذكرهم بأيام الله كل يوم فيه عبرة كل يوم فيه عظة كل يوم بتتجلى فيه رحمة الله تبارك وتعالى كل يوم كان فيه مشهد من المشاهد كاليوم الذي نجي الله عز وجل فيه موسى يوم كيوم بدر وإحنا إن شاء الله يوم 17 رمضان يوم بدر يوم 20 رمضان يوم فتح مكة ما شاء الله فإحنا عندنا دي كلها أيام ربنا اللي بنبدأ تتجلى فيها فيوضات الله عز وجل وفيوضات الرحمة على البشرية كلها فنبدأ نذكر الناس بأيام الله عشان ناخد العبرة ونعتبر من هذه الأيام زي يوم العيش من رمضان السادس من أكتوبر ده يوم من أيام ربنا يوم أن انتصر الجيش المصري بل العرب كلهم على الفئة الظالمة الغاشمة الصهاينة فإحنا بنبدأ نعلم الأجيال نعلم الأجيال إن ده يوم يا جماعة يوم مشهود هو ده يوم من أيام الله تبارك وتعالى اللي إحنا يبدأ اللي إحنا لازم نفتخر بها لازم نبدأ نفرح بها ولازم نعلم أولادنا يعني إيه مصر ويعني إيه قيمة الجيش المصري إحنا الأجيال اللي طلع دي محتاجين اللي إحنا نذكر كل شوية عشان الأجيال تبدأ تعرف يعني 6 أكتوبر تعرف يعني عشوة من رمضان الأهم بقى كمان من كل ده قيمة البلد اللي هي مصر اللي هي خزانة الله عز وجل في هذه الأرض وسلطانها سلطان الأرض كلها يعني سلطان مصر هو سلطان الأرض كلها وخزانة مصر هي خزانة الأرض كلها كما قال الصالحون رضي الله عنه ومصر هي أم البلاد وغوث العباد فاحنا محتاجين كل يوم وكل وقت والتاني نبدأ نذكر بأيام الله رب العالمين احنا طبعا اليوم زي النهاردة العشر من رمضان نقدر نقول ان هو يوم من ايام الله اكيد طبعا هو يوم من ايام الله وانا عاوز اقول لحضرتك واحنا بنفرح لان بس اليوم النهاردة هو ممتزش بين شيء من الفرح وشيء من الحزن يعني شيء من الفرح وشيء من الحزن الحزن للشهداء الذين يعني اراقوا دماءهم في سبيل الله عز وجل وفي رفعة هذا الوطن لكن حسبهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد اللهم مولانا ولا مولا لكم يعني اما كانوا بقولوا اعلوا هبل فهم كأن هؤلاء المتطرفين والارهابيين فكانوا كأنهم بيقولوا احنا عملنا حاجة فنقولهم لا والله ابدا اللهم مولانا ولا مولا لكم وحسبنا ان شهداءنا في الجنة باذن الله تبارك وتعالى يعني حسبنا انهم في الجنة وحسبكم انكم يرفع لكم لواء الغدري يوم القيامة فاحنا مش هنحزن ابدا على المسألة دي انتو مش هتقدروا ادخلوا الحزن ابدا في قلوبنا لكن احنا اللي هنردها عليكم ان شاء الله ويكون الحزن ملأ قلوبكم وملأ ارواحكم ده اللي احنا محتاجينه لكن في حاجة تانية مع الحزن الشديد ده احنا بنفرح بقى بنفرح بيوم العاشر رمضان السادس من اكتوبر اليوم اللي المصر كلها بل العرب كلهم بل المسلمين كلهم خلينا بس نقول كده انهم فرحوا في اليوم العظيم ده في يوم العاشر من رمضان لكن في يوم العاشر انا مش هبس عاوز اذكر الناس بالحرب اكتوبر المجيدة او حرب العاشر من رمضان المحتاج اللي احنا نعرف بس شوية كده عشان الناس اللي هي تعرف يعني ايه قيمة البلد العظيم اللي هي مصر دي يعني واخد بالحضاتك شوفي ربك الكريم لما يذكر في القرآن يقولي تعرف مصر ذكرت في القرآن كم مرة تلميحا وتصريحا كم مرة وما فيش بلد في القرآن ذكرت كما ذكر الله مصر تمانية وعشر مرة تصريحا وتلميحا كتير جدا تصريحا وتلميحا وهذا اندل فإنما يدل على ايه يدل على عظيم هذا البلد العظيم ومكانة هذا البلد العظيم خاصة ان المصريين هم اخواله العربي والمسلمين كافة يعني خلينا نقول كده الاصل ان كل انسان عربي او كل انسان مسلم يرى مصريا يقول له مرحبا بالخال عامل يا خال ليه بقى لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كما في حديث ابي ذر انكم ستفتحون مصرا وهي ارض يقال لها القيرات فاذا فتحتموها شوفي النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول بقى في الحديث الجميل الذي رواه الامام مسلم في الصحيح يقول يا جماعة لما تفتحوا مصر البلد العظيم دي الارض دي وهو بدأ يصف النبي عليه الصلاة والسلام ان هي الارض يقال لها القيرات وده جزء من الدرهم والدينار يعني فاتخذوا من اهلها فان ليه ذمة فيهم ذمة وصهرة او رواية ذمة ونسبة حنوعب بسع ايه الذمة وايه النسب ايه الصهرة احنا عارفين ان هاجر من مين ام سيدنا اسماعيل من مصر واسماعيل هو ابو العرب يعني اسماعيل هو ابو العرب فكأن العرب كلهم الان اصبحوا من مين من مصر اللي هي امه هاجر طب ايه بقى الزمة دي اللي هو لما اهدي للنبي عليه الصلاة والسلام جاريتان اهدي الجارية الاولى اللي هي ماريا واختها كتسرين فاخذ النبي ماريا وكان ابن ابراهيم من ماريا القبطية وسرين اهداها النبي عليه الصلاة والسلام لحسان ابن سيدنا فقال النبي فاستوصوا باهلها خيرا استوصوا باهلها خيرا فان لي فيهم ذمة ونسبة او ذمة وصهرة فاحنا في النهاية دلوقتي لما يكون هاجر ايه هي المصرية ام سيدنا اسماعيل النبي واسماعيل هو ابو العرب فاحنا اخوال ايه فاحنا اخوال العرب فيحق لكل عربي ولكل مسلم ان يقول لكل مصري اذا قابله مرحبا بالخير احنا معنا تليفونات استاذ يوسف اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك اهلا يا يوسف زكي حبيبي وانت طيب انا ايه يوسف اه انا بصلي وانا بصلي التربيح بصلي بالمصحف وانا بتوجع فبصلي من غير مصحف فعادي ولا مش عادي ميش يعني انت بتصلي حافز يعني حاجات بتقولها؟ بصلي من مصحف لما عينك بتوجعك بتعمل ايه؟ بصلي بالمصحف وبقر بتقرأ يعني اي حاجات انت حافزها؟ اه بقرأ صور مثلا من الفلك والحاجات دي ميش حاجة ماشاء الله عليك يا يوسف عندك كم سنة؟ 13 برافا عليك يا يوسف ماشاء الله هو يوسف مش محتاج اللي احنا نجاوبه هو يوسف احنا بنتطلب منه اللي هو يدعي لنا يعني هو بيزوج كده يقول يا رب اعتق رقاب دعاء عامر واحمد الملك من النار يا رب واستادة المشاهدين ادعي لنا يا يوسف ادعي لنا يا يوسف كده لان دعاءه ان شاء الله مستجاب فلم يجري عليه القدم وبعد يعني اظن ذلك لكن احنا قلنا قبل كده يجوز الانسان انه هو يقرأ في الترويح والنوافل من المصحف وكان مسروق امنا عائشة رضي الله عنها من المصحف كان هو الامام وكان فتح المصحف قدامه ويبدأ يقرأ من المصحف ويصلي بها الترويح فده لا بأس به يعني يقدر يقرأ من المصحف ويقدر يقول اللي هو حافظ هو الافضل اللي هو حافظ يصلي لكن اللي هو مش حافظ او عاوز يركز اكتر يقدر يصلي من المصحف ففيش مشكلة خاص وربنا يتقبل بس يدعي لنا أم أحمد أهلاً وسهلاً أهلاً بحضرياتك أهلاً بك يا حبيبتي تفضلي أهلاً كل السلام وانتو طيبين وانتو طيبة وانا كنت عايزة أسأل الشيخ أحمد المالكي تفضلي يا فن على حديث قولي الحديث هو اللي أنا فاكريه منه إن إيه لو حد طلب لو حد راح لحد وقال له اشتري بيتي ماشي واشترى البيت منه من غير ما يفصله من غير مش عارفة ما ي ماشي اه فمش عارفة إن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بيقابله بنور أصدق يعني أنت عايزة تعرفي الحديث ده اه صح نفسي أسمع الحديث كامل يعني نفسي أسمع الحديث كامل أنا مش يعني أبرده محتاج هي بتقول إيه أفهم هي يعني مش فاكرة الحديث ممكن نبحث ونقول لأبحل أتاني ما مش فاكرة سواعين معنا يعني معنى الحديث أصدق التساهل في البيع والشراء أصدق كده الناس تبقى متسامحة ومتساهلة أه لو حد مزنوق أه وريح يبيع يعني بيته حد مزنوق وريح يبيع بيته فلو حد أخدوا منه من غير ما يستغل الزن أدي يبقى ربنا إيه هيديله نور يوم القيامة يقابله بنور يقابله بنور طيب هو عمتا أنا مش متذكري يعني أنا المعنى ده جديد علي لكن أنا ممكن أبحث عن الحديث ونرد عليها بكرة لكن هي ورد عدة أحاديث اللي هو من أنظر مثلا معسرا مثلا بعض الأحاديث الأخرى مثلا لو كان في البيع والشراء رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا شرى سمحا إذا اقتضى لكن المعنى ده أنا أبحث بس أشوف هي تقصد إيه من وراء الحديث ده وإن شاء الله نجاوبها عليها بإذن الله تعالى معنا كمان تليفون أميرة أهلا يا أميرة أيها السلام عليكم وعليكم السلامة وعليكم السلامة فضال لو سمعت كنت الشيخ أحمد كان من يومين كده كان بيتكلم على الزكاة اللي هي بتطلع المفروض أن احنا نتحقق فيها يعني ميش فأنا لاحظت أن الأيام اللي فاتت نيان أنا من أول رمضان بتابع كل البرامج الدينية أن فيه واحدة بتطلع في التلفزيون وبتطلب مساعدة يعني عشان عندها باتره كده ففيه ناس بتتبرع لها كتير طب أنا أتحقق من ناس داي وهي مش موجودة جنبي يعني أنا في منطقة وهي في منطقة تانية ودلوقتي وقت الحظ فأنا أكيد حولها عن طريق البريد فأنا ازاي أتحقق أن دي الزكة صح ميش ده سؤالي والسؤال التاني كنت فيه بعض الكلمات بتتقال في الكرآن زي مثلا الله يخليك دي أنا عرفتها أن أنت يعني معناها الله يبقى الله يبقى عني يعني مش معناها الله يخليك يعني يبقى معايا مثلا آية الكرسي هي اسمها آية الكرسي فأنا التداول ده هل صح أن احنا نقوله ولا غلط وعلينا حرمانية عشان احنا عارفناه ميش حبيبة قلب ومعليش سؤال تاني البخاخ أنا الدكتور قال لي أن أنا ممكن أخذ البخاخ وأنا صايمة بالنهاية يعني بس أنا بصراحة عشان أنا بشكاكة فيه فأنا بأخذه ساعة الفطار وساعة الصحور ما برضاش أخذه الصبح رغم أن الدكتور قال لي مش هيفالطارق فأنا مش عارف أنا كده مش صح ولا أخذه عادي ومزيق هم جاوبت على الثلاث أسئلة دلوقتي أو السؤال هي يعني خايفة من زي ما حدق قلت أنه نحن لازم نتأكد نتحقق قبل ما ندي الزكية لابد من التحقق لا شك لكن هو لو هي فعلا طلبت وفي حد تبرع فخلاص أنا ما تبرعش للمرأة دي مرة تانية لو حد تبرع لها بالفعل فأنا لابد أن نتحقق يعني ما نفعش واحد يقول والله أنا مزنوق في 20-30 ألف جنيه فأحولهم له بالبريد الدنيا يا جماعة مش كده المؤمن كيس فاطن يعني طب لابد أن أبحث طب وإحنا في ظل الزنقة دي أنا هشوف هي في مكان إيه أبدأ أسأل على وحد أعرف حد هناك هكلف نفسي وأشوف أروح أنا أتواصل أنا لو ما قدرتش بعد رمضان لو ما فيهش خلاص أنا لابد من التحقق يعني لابد من التحقق فده في النقطة الأولى النقطة الثانية لا الألفاظ يعني مثلا مثلا نقول الكرسي ولا الكرسي الكرآن ولا الكرآن أه شوف يا حضرتك مثلا بتقول معاني فيه حاجة اسمها الله يخليك معناها الله يخليك لي ولا معناها الله يبعدك عني بص حضرتك إحنا في كل المعاني دي كلها على حسب القائل بمعنى إيه بمعنى إلا أنا لما أجي أقول آية الكرسي يعني آية الكرسي هل الكرسي لا هي الكرسي لكن لو قلت الكرسي آية الكرسي لا بأس بها لأن دي لغة العوام. فلغة العوام. سيدنا علي كان يقول أسهده أن لا إله إلا الله. فبلوضة بيقول أسهده. قال ينطقها سينة أنه تكتب عند الله شينة. فدي ما فيش مشكلة فيها إن شاء الله. سألت على البخاخ بفطر ولا لا؟ بص حضركم البخاخ لا شك أنه خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم. لكن اللي انت بتعمليه وانت خايفها. ما فيش مشكلة اللي انت تغديه قبل الفجر وتغديه بعد الفطار. لكن لو أنت حيقع عليك الضرر لابد أن تستجيبي لأمر الطبيب. لابد أن تستجيبي لأمر الطبيب. نعم. نحن دلوقتي في نهاية الفاصل عايزين نقدم أغنية جميلة جدا. إنتاج راديو وتلفزيون العرب. الأغنية دي الـ ERT أنتجتها علشان كورونا. بس هي بصراحة فكرتها جميلة جدا. إن زي ما نحط ماسك على بقنا علشان خايفين أن نتعدي. إحنا كمان نخلي بقنا دا ما يتكلمش إلا في الحلال. ما يقولش حاجة حرام. زي ما بنطهر إيدينا. نطهر إيدينا كمان من الحرام. وإيدينا دي ما تعملش إلا الحلال. ومهم جدا اللي احنا نحفظ أولادنا لأغنية دي. لأغنية جميلة فعلا. لازم نحفظ أولادنا. هنشوفها ونرجع لكم مرة تانية مشاهدة. ما نقص ما العبد من صدقة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نقول كلام النبي يبقى أصدق كلام. مش محتاجين إن احنا نختبره. لأنه لا ينطق عن الهوى. لكن ده وحي من السماء. ومع كده كمية القصص اللي بسمحها واللي اتجربت بالفعل في موضوع الصدقة مش معقولة بجد. فالحمد لله إن ربنا مسخرنا لعمل الخير ويرب استخدمنا ويتستبدلنا وجعلنا من أهل الخير إعلاميا وعلى أرض الواقع. علشان كده إحنا في فقرة الخير اليومية بالتعاون مع الجمعية المصرية ومنبضرة استبقوا الخيرات. برحب بضيفي الشيخ أحمد الملكي مرة تانية من علماء الأظهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليكي ربنا يبريكيكي ربنا يزيكي يا ربنا. ممكن الناس تقول إزاي الفلوس مش هتنقص لما طلع منها صدقة ما هي مثلا ميت جنيه. أنا لما طلع منها عشرين جنيه ما هم بقوا تمانين. إزاي ما نقصتش؟ ده أولا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض. لا شك إن كلام حضرك مهم جدا وبعض الناس بتطرح الأسئلة دي. وإحنا بقى بنتكلم في شهر خير شهر الجود وشهر الإحسان ومع مبادرة فاستبق الخيرات. النبي لما يقول ما نقصت صدقتهم مال أو ما نقص مال من صدقة في بعض الروايات يعني على الخلاف. فبعض الناس يقول لك ما هو أنا معي ميت جنيه فطلعت منها عشرين جنيه فبقوا تمانين. ما هو نقصة قدامي أهو. واخبارها فنقول لا. هي أنت شايفة دلوقتي نقصة. لكن الميت جنيه كانت ممكن تجيب لك إيه. كانت ممكن تجيب لي مثلا تلاتة كيلو مش عارف كذا أو تلاتة كيلو مش عارف كذا وهكذا. ربك الكريم يبارك في التمانين جنيه. الباقي يبارك في المال ده. ده قول الأهل العلم. القول الثاني بيقول سبحان الله. ما أنت ما تعرفش الآية اللي هي وما أنفقتم من خير فهو يخلفه. يعني إيه؟ يعني أنت لما تطلع مال ربنا بيخلف عليك بالحلال. طيب قد يبقى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فأنت دلوقتي تبدأ وبعدين ربك الكريم يقول والله يضعف من ما يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة سنابل في كل سنبولة مئة حبة. والله يبقى مية في سبعة بكيان بسبعمية. والله يضاعف لمن يشاء. فأنا ديت عشرين ربك الكريم يدني كيان بقى يدني مقابل للعشرين عشرة. يبقوا متين وكمان إلى سبعمائة ضعف. مش بس كده يعني لا يتوقف الحد. لا ده والله يضاعف لمن يشاء. فأنا ممكن أدعشين ربك الكريم يخلف عليها بمئةين. وممكن يخلف عليها بألفين. وأنا هحكي لي القصة كده سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سيدنا علي كان معاه تفاحة. وبعدين عنده يعني فييته فواحد جاي يطلب صدقة يعني. فسيدنا علي قاعد يبحث ومش لاقي يا فاطمة عندك ايه ما عندك ايه. والله ما عندناش للتفاحة ديه. فبعد التفاحة للفقير وقال له اتفضل ويدعي لنا بقى. خلاص يبقى هو تصدق بالتفاح. بالليل إز به النبي عليه الصلاة والسلام يرسل له كام؟ يرسل له تسعة تفاحات. تسعة مش عشرة. واخد بالحضرتك. فاللي جاي فبيقول له إذا قال له تسعة تفاحات. قال له لا ما قبلهمش. قال له ما قبلهمش ليه. قال له لإني هي المفروض تبع عشر. قال له لأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر ايه. أمثال ايه فقال له والله إذا كنت مخبئ لك التفاحة الايه. العاشرة. فمن جاء بالحسن. أنت يقين. ده هو يقين. ده هو أنا بعمل مع يقين. عندي يقين. عاية. وأنا دي مجرب. يعني أنا مش بقول بسا مجرب مع الصالحين ولا مجرب. ده هو مجرب حتى مع الإنسان. يعني أنا شخصيا لما أجي أكون مزنوء قوي. وأتصدق بجزء من المال. ربك الكريم والله العظيم يخلف علي بأضعاف اللي أنا أنفقته في سبيل الله تبارك وتعالي. فده مجرب. فأنا لما أسمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما حطوهش تحت تجربة. يعني أقول أجرب. أقول لا. النبي بيقول يا جماعة. ما نقص صدقتهم من مال أو ما نقص مالهم من صدقة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ده فيه حديث ثاني عند الترمزي بقى. والحديث ده جميل جدا. إن العبد إذا تصدق بعدل تمره من كسب طيب هو الأصل إلا أنا أطلع بالمال الحلال. خلاص. والله لا يقبل إلا الطيب. فإن الله يتقبلها بيمينه. فيراها فيربيها لصاحبه. يبدأ بقى ربنا مش يبقى ينفق عليك بس في الدنيا. لا ده كمان في الأخرة فيه بقى لآلئ من نور بتقابلك يوم القيامة. فإن الله يربيها لصاحبه. كما يربي أحدكم فلوة. الفلوة اللي هو المهر الصغير ده. فالإنسان يبدأ يطعمه ويبدأ يسقيه ويبدأ يشطفه كده. ويبدأ يكبر قدامه ويبدأ عمال يكبر. فالعين بتفرح لما يشوف الحاجة دي خاصة الناس اللي هي بتربي الخيول فهمة الكلام ده. فيكبر قدام العبد كده وقدام الإنسان فيبقى فرحان. فكذلك الأم ربك بيرب الصدق كده لغيت لما يوم القيامة تشوفه وانت فرحان فيراها صاحبها كجبل أحد. يبقى النص طمراي أو ما يعاد النص طمراي اللي أنت تصدقت بيه ده. هتشوفه يوم القيامة كجبل إيه؟ كجبل أحد من الحسنات. وفي رواية أعظم من الجبل. في رواية اللي هي أعظم حتى من جبل إيه؟ من جبل. وتخيالي لما كده تشوف يوم القيامة مقدار جبل أحد من السواب ومن الحسنات. ده عشان إيه يا رب؟ ده عشان إنت تصدقت ويمكن الصدقة نستها. يعني يمكن أنا تصدقت بحاجة ونستها وقلت يعني حد هيبص لي على الخمسة جنيه ولا العشرة جنيه ولا خمسين جنيه اللي أنا تصدقت وغيري بيتصدق بمئات الآلاف مثلا. لا ده ربك الكريم سبحان الله يربيها لك حتى تراها أعظم من الجبل. ورب درهم سبق مئة ألف درهم. سبحان الله. إحنا طبعا يعني أستغفر الله العظيم إحنا مش هنختبر ربنا. لكن إحنا عندنا اليقين ده. وجد الواحد لما بيطلع قرش هو فعلا بيتردله عشرة وساعة أضعف أضعف فعلا. مش ساعة ده هو أكيد. أو ربك الكريم ده في نقطة كمان فواحد يقول أنا طلعت عشرين بس ما جات ليش فلوس. يعني ممكن حد يسأل السؤال ده. فنقول له سبحان الله ربما قد يعني هذا المال الذي تصدقت به كان حائطة سد ضد أمراض مرض معين كجيلك فربنا دفع المرض عنك. فأنت المرض ده كنت هتدفع عليها ديه ده أنا هدفع ألف مؤلف فربك الكريم دفع عنك هذا المرض بسبب الصدقة. أنا لما بعمل الصدقة هي بتجيلي رزق هي بتجيلي بركة هي بتجيلي صحة هي بتجيلي سعادة هي كل حاجة. وكمان الأساس إن هي بتجيلي سواب. هو ده ده أهم ثانياً بقى اللي هو قضية اللي أنت قلت حضارك اللي هي الحاجة اللي هي السعادة. مش اللذة اللذة مؤقتة لكن هي السعادة الأبدية. وأنا بشوف الفرحة في عين أخويا اللي أنا بديله مثلاً شنطة رمضان. واللي أنا بديله مال أو هو عنده مثلاً مشكلة ببيته أو عروصة نفسها تتجوز. فأنا بحاول أساعد وساهم في جواز العروصة دي. بشوف السعادة اللي هي بتنط من عين يوم زي ما بيقولوا كده. فأنا أفرح لإيه؟ لسعادتي. عايزين طبعاً نقول إن أرقام تليفونات الجمعية المصرية موجودة على الشاشة. مبادرة استبقوا الخيرات موجودة على الشاشة. عشان لو أي حد حبب إنه يتواصل معيهم علشان يتبرع للحالات يتصل بالأرقام اللي موجودة على الشاشة. عايزين نقول إن الواحد لما بيبني بيت ليه بيحس إنه هو عمل إنجاز في حياته إنه بقى ليه بيت. تخيلوا بقى اللي يبني بيت لله في الأرض. اللي يساعد في إنجاز بناء بيت لله. شوفوا بقى الجمال. البيت ده الجامع ده بيصلي فيه المسلمين وبيتعبدوا. ده ما شاء الله واحد من إنجازات مبادرة فاسطة بكل خيرات. إنجاز تجديد جامع التوحيد بقرية الدرفيل بالمنصورة. تعالوا نشوف التقرير وربنا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا بحضراتكم. المسجد اللي ظاهر معي في الصورة اللي هو مسجد التوحيد. من خلال الجمعية المصرية مبادرة فاسطبقوا الخيرات. المسجد اللي إحنا شايفينه في الصورة مع بعض أكيد فيه بعض اللقطات هتشوفوها الوقتي. كان عبارة عن مبنى بسيط. مبنى عبارة عن متعرش بشكل خشبي وشوية أشيو. ونتيجة الصرف ونتيجة الميا اللي حصلت فيه. من خلال الجمعية المصرية مبادرة استبقوا الخيرات. تم إزاعة التقرير وأكيد طبعا أهل الخير موجودين وأهل القرب موجودين. بفضل الله وبفضل فعل خير. ورفض كمان إن هو يسكر اسمه إن النهاردة المسجد يكون بالصورة والشكل اللي إنتوا شايفينه مع بعض. أكيد من خلال الجمعية المصرية مبادرة استبقوا الخيرات. هناك ثمان مساجد تم الإنتهاء منهم بالفعل. وفيه أيضا مسجدين. مسجد التوحيد اللي إحنا ما زلنا شغلين فيه. ومنتظرين أيضا حضراتكم فتواصلوا معنا من خلال الجمعية المصرية ومن خلال مبادرة استبقوا الخيرات. عشان إن شاء الله يكمل على أكمل خير وأكمل صورة. والناس اللي موجودين حواليه المنطقة كلها في قرية الدرافيل يقدروا يصلوا فيه. هنشوف إيه اللي بيحصل فيه ونكمل معكم إن شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين إن مسجد التوحيد التابع لقرية الدرافيل 36 مركز بلاز التابعة لمحافظة الدالية. مسجد التوحيد عبارة عن دورين. الدور الأرضي هو مصلى للسيدات أما الدور الأعلى اللي هو الدور الثاني مصلى للرجال. أكيد ده كله بيتم بفضل ربنا وفضل الناس المحترمين اللي بيتواصلوا دايما معنا من خلال الجمعية المصرية ومن خلال مبادرة فاستبقوا الخيرات. فيه ناس أكيد دايما تلقوا مسبقين في الخير. يعني الحج أم عبد الرحمن مسجد في الفيوم فعل خير أيضا الحج محمد كوليب من دولة الإمارات الشقيق مسجد في البحيرة. الأستاذ محمد الشربيني وحرمه ربنا يا رب يرحم والديهم سهموا بالميا وبيسهموا في أماكن أخرى. ناس كتير جدا إحنا مش عايزين نقول أسماء لأن الناس بالفعل بيتصابقوا زي ما نقول صراع في الخير دايما. وهو ده دايما لما نقول شهر رمضان وبعيدا عن شهر رمضان الكريم والمبارك دايما زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. أكيد إن شاء الله دايما مستمرين معكم في الخير ومكملين معكم دايما الرسالة اللي احنا بدأناها معكم في الصبق الخيرات. اشتركوا في القناة. ومبادرة استبقوا الخيرات لتجديد وتشطيب يعني إن شاء الله المسجد. هو بناء من جديد ده هو يعني بقى مسجد ملا شيء. احنا أصلا يعني أنا أرجو من على الله عز وجل ومن أستاذ المشاهدين إن إن شاء الله يزول الوباء والناس تبقى بتصلي في المسجد ده. يبقى احنا محتاجين الرخان بقى يركب محتاجين الإضاءة محتاجين الفرش اللي هو السجاد اللي هو برضو ده تكلفة كتير. يعني اللي باقي أصلا زي بناء المسجد يعني اللي باقي زي بناء المسجد وبعدين أنا عجبني أول فكرة اللي احنا بننتقل من فكرة الزاوية اللي هي تحت العمارة إلى فكرة المسجد الجامع. لبقى أنا عندي المصلة عندي الدور الثاني ما شاء الله وكمان ممكن أعمل كمان إنه هو زي حضانة زي أي حاجة. وفنانا بقول بس للسادة المشاهدين إن كل ده بيسلم إلى وزارة الأوقاف. فتخيلوا بقى مقدار الثواب العظيم اللي الإنسان ممكن يتبرع حتى ولو بجنيه. أو واحد يقول والله أنا متبرع بي طن أسمنت أو واحد يقول أنا متبرع بي الرخام أو واحد يقول أنا متبرع بفرش المسجد ده. كل ده ثواب يكتب له عند الله تبارك وتعالى من بنا لله مسجدا ولو كمفح صيقطاه بنا الله له بيتا في الجنة. يا رب بشكرك جدا يا شيخ أحمد في نهاية فقرتنا وأشوفكم مشاهدينا بعد الفوصل.